عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف لقاءا مع مدير المدرس على مستوى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والدقاهلية وكفر الشيخ وأسوان وقنع والأقصر يأتي ذلك في إطار سلسلة لقاءات تستمر على مدار عدة أيام لمناقشة آليات الاستعداد للعام الدراسي الجديد حيث أكد عبداللطيف أن تلك اللقاءات تستهدف التأكيد على الآليات والضوابط المختلفة التي أعلنت عنها الوزارة خلال الفترة الماضية لضبط العملية التعليمية مشددا على الدور الهام للمعلم في العملية التعليمية ودعمه كي يؤدي دوره داخل المدرسة على أكمل وجهة وتوفير بيئة تعليمية مناسبة